اهلا بكم في روفيو جديد مع ترافل اكسبرت النهاردة هنتكلم عن مرسا علم لما نقول مرسا علم يعني مالديف مصر هنتكلم عن نوفوتال مرسا علم خليكم معي بعد الانترو ونفرج على الوتال نوفوتال مرسا علم بالنسبة الموقعه هو بيبعد عن القصير في حدود 19 كيلو شكل الريسابشن بتاعه من الدزاين الحديث او من الاطار الحديث كل حاجة مش متعلكة الفرنتشر بتاعته حديثة هتخش تحس نفسك مبسوط كده في فخامة بس في نفس الوقتة ببساطة في مكانة ATM للناس اللي بتبقى محتاجة تسحب فلوس او محتارة تروح بالفلوس او يترى هنحتاج نخروب بوره القتيل فيه ATM ورا لا لا فيه ATM ورا لا كمان فيه باركينج خاص بالقطيل عشان الناس اللي بتسافر بعرضياتها تبقى مش حارفة هتركين فين او هتعمل ايه فيه باركينج خاص في القتيل تقدروا تركينه فيه ان انتوا عايزينه الغرفة اللي احنا مصورينها احنا مصورين الغرفة الدبل اللي هي الستاندر بتاع الغرفة لكن كل غرفة طبعا حسب كتير للغرفة اللي انت اعتقدها هي تغير شكلها لو انت واخد غرفة فاميلي روم لو انت واخد ترابل لو انت واخد سنجل كل واحدة بتغير مسحتها وتغير شكلها لكن الاساسي اللي موجود في كل قوضة شاشة تليفزيون كتل ميني بوار صغير التوالد بتاعك سواء ان بقى لو انت واخدها من الضاب العادية اللي هي بحوض واحد لو انت واخدها الفاميلي روم هتبقى باثنين حوض وغرفة شور كبيرة عندي كلها حاجات بتختلف على حسب الكاتجوري اللي انت هتقوم لكن اللي همنا نتكلم فيه ان الغرف نظيفة 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 عشان الناس اللي بتبقى مقلقة الناس اللي بتبقى قرفانة الناس اللي بيهمها اهم حاجة القوضة لا يا جماعة القوضة نظيفة الفرنت شرح حديثة مش هتحسوا نفسكم متضايقين مش هتحسوا نفسكم مش مقلزين وانتوا قاعدين فيه اوضع طبعا على حسب اللي انتو هتختاروه القتال فيه اربعة بول اتنين كبار وواحد ريلاكسينج وواحد داخلين متاح شوية العاب بسيطة جدا تانيس كورنر يعني العاب بسيطة خالص عشان لو انت معاك اطفال طيب سيستر اطفال بتمشي ازاي الطفل ال 11 سنة اول طفل ال 11 سنة ده free في الغرفة المزدوجة تاني طفل حتى 5 سنين برضو free في الغرفة المزدوجة القابستي بتاعتها طفلين 11 سنة و 5 سنين بعد كده لو انت الاعمار اللي معاك اكبر من كده بتدفع نص ثمن الفرد الكبير في الغرفة المزدوجة في مدة الاقامة طيب الناس بتتكلم عن الفندو او عن الاكل الناس كتير اوي بيهمها البوفي البوفي يا جماعة حلو جدا وفيه فرايتي حالية جدا ومجودة الاكل حلوة جدا طعمة لذيذة هتلاقوا كل حاجة البوفي مش فقير لا البوفي بتاع النفيتال غني غني كويس بالنسبة للناس اللي بتبقى شايفة انها دفع سعر عالي لا يا جماعة السعر مقابل القيمة اللي هتاخدوها ومقابل الخدمة اللي هتلاقوها انتو الفكهة الفرش هتلاقوها الفكهة المجففة هتلاقوها السوتيهات البروتينات السلطات الحلويات الشرقية البودين كل حاجة كل حاجة كل حاجة موجودة تعليق الوحيد اللي موجودة على القوتيل انه هو الاضاءة بتاعته بتكون خفتة الكيتز اريا اللي موجودة يا جماعة كيتز اريا ضعيفة لو معاكم الاطفال مش هينبسكم نيجي الاهم حاجة الشاطئ الشاطئ يا جماعة سخري هتحتاج تاخد حاجة في رجلك عشان تلبسها فيه زي جزر كده عشان تقدر تنزل في نص البيتش لكن الخبر الحلو بالنسبة للناس اللي بتحايا بتعمل سنوركلنج تقدر تعمل سنوركلنج منع البيتش بتاع القوتيل من غير ما تحتاج انك تخرج برا علشان تعمل السنوركلنج اللي انت بتحبه الكلام المهم امت اختار القوتيل ده وانت ما اختاره اختاره في حالة ان احنا اتنين قفل او اسرة بس هنقدر نسافر طيران او هنسافر احنا كلنا مع بعضينا في باس بس هنستحمل تسع ساعات سفر لانه مرسى على تسع ساعات سفر امت اختار القوتيل ده اختار القوتيل دا في حالة ان انا عندي استعداد اعمل سنوركلنج اعمل سفارى لكن مش عايز اكتافتي تانية مش عايز اخرج neonat Она اختاره في حالة انا انا معايش اطفال في سن مراهبة هيبقوا محتاجين اجواء للخروج و للهيسة اتر ممكن انت ما اخترهوش السريع توحلقت بت looking ان البيتش هناك سخة مش هتستمتعه او هتحتاجوا ان تمش حاجة في بلوك ما تختاروش في حال ان انت عندك اطفال محتاجين كيدز ايريا محتاجين يخرجوا محتاجين شوفوا الدنيا لان الاكتفتي اللي نسمعها هناك سناركلينج او سفاري ما تختاروش في حال ان انت مش هتقدر انك تسافر تسع ساعات من تواصل باطفال كتير او بشيلة كتير او هيبقى ده بالنسبة لك شيء مرهب او مش من الناس اللي بتحب تستمتع باجواء الهدوء والاستجمام مرس عالم يعني استجمام يعني هدوء يعني سناركلينج يعني سفاري خليكم معي وتنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا برس